موسيقى برحب فيكم لمشاهدينا ومستمعينا من وينما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا بحلقة جديدة من انترفيو واليوم حلقتنا بيئية بامتياز وضيفنا المستشار في السياسات البيئية الدولية وإلح ميدان أهلا وسهلا فيك أهلا فيك انت معنا اليوم لحتى نحكي عن معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي بالحديد يعني لما بنقول بيئة في كتير اشياء بتلوث البيئة ولكن نحكي عن الحد من استعمال البلاستيك أول شي خبرني عنها المعاهدة العالمية والمبادرة يلي انتوا منضوين تحتها كمان أوكي هلا ما كل مادة أو موضوع معين بيئة في معاهدة دولية لأولوه عادة بيصير فيه قرار أنه ينعم المعاهدة دولية لما صير فيه حاجة لتعاون دولي يعني الدول تشتغل مع بعضها لتحد من مشكلة عم تأثر على الكل وما بتنحل بأنه كل دولة تشتغل لوحدة يعني إذا دولة بدأت تحمي حالة ما بتقدر تحمي حالة من هذا التلوث إلا إذا تعاونت مع الدول تانية وأكيد لازم تكون المشلة كتير كبيرة لأنه عندها تأثير ضخم جدا ممكن تأثر على كل إنسانه على كل اقتصاده على كل كائن حي موجود فنحن نشوف أنه مواضيع يعني مثل موضوع تغير المناخ في معاهدة دولية حوله صحيح في تنوع البيولوجي في معاهدة دولية حده وهلأ عم بيصير في وضع الاتفاقية جديدة يعني نحن بمرحلة وضع المعاهدة بعد ما صار المعاهدة تطلع وهيدي ما بتصير يعني يمكن يمرق شيء عشر عشرين سنة ما يكون في نص لمعاهدة جديدة فنحن بمرحلة من المراحل يلي عم بتم وضع معاهدة جديدة يلي من بعد ما تنحط المعاهدة رح يصير في اجتماعات سنويا كيف بيصير بموضوع تغير المناخ أو المواضيع التانية الكوب المشهور أنه صحيح فموضوع البلاستيك رح يصير من هالمواضيع يلي رح يصير عنده إضاءة أكتر لأن عن جد مشكلة البلاستيك ناس يمكن أكتر ما بتتخيل أدي هيد المادة عم تأثر على حياتنا اليومية هلأ رح نحكي أكيد كيف عم تأثر على حياتنا اليومية ولكن خلينا هيك أطرح سؤال اللي عم يسمعنا أول شي رح يخطر بباله هو نحنا كيف فينا نحد من استعمال البلاستيك في للإنسان كفرد يقدر يشتغل شوي ليحد من الموضوع يعني فيه واحد لما يروح يتبضع ما يجرب ما يشتري مواد فيها بلاستيك يلاقي بداية إلا إلا بس قد ما يعمل لوحده الإنسان ما رح يدل الفرد ما بيقدر يحل هيد المشكلة إلا أنه فيه مواد عم تطلع أو سلع عم تطلع ما فيه إلى بديل يعني عم يضطر كل إنسان نحن بكل حياتنا بنشوف أنه كان عندنا اللابتوب أو كان عندنا الكنابية أو طيابنا أو شو ما كان فيه بلاستيك موجود صار جزء أساسي من حياتنا ما بنقدر نهرب منه على الآخر هيدا بيطلب أنه يصير فيه سياسات دولية ومحلية على هيدا الموضوع والإنسان والفرد كمان غير أنه يغير بحياته الإنسان المواطن فرد من القرار السياسي يمكن كتير ناس ما بيعتبروا حالهم ما قالوا علاقة بالموضوع بيقدروا لما يضووا على الموضوع ويحكوا مع جيرانهم مع نوابهم مع رئيس البلدية تعاونوا على الموضوع يزيدوا من أهمية الموضوع سياسيا لا يصير فيه قرارات سياسية تقدر كمان تغير هيدا الموضوع نحن نعرف أنه نحن كشعب أو كأفراد إذا فينا نقول علينا مسئولية بكل المواضيع البيئية وقال لا ما كنا وصلنا لهون يعني نحن لو نحمل مسئولية حالنا كأفراد من أصغر الأشياء يمكن حتى من جمع النفايات أو من فرز النفايات ما كنا وصلنا لهون ولكن حتى وصلتوا لتعملوا أو تشتغلوا على فكرة معاهدة عالمية لحتى تحدوا من التلوث البلاستيكي شو هن المخاطر يلي حسيتوا أنه خلص دقت على الباب بشكل كتير ملح بالضبط يعني نحن كمان بهمنا ندوع على أهمية الموضوع لأنه خصوصا الشعب اللبناني مشغول بكتير مشاكل غير اقتصادية سياسية أو أمنية يعني نحن ببلد غير مستقر بس للأسف فيه مواضيع عم تصير حول الكوكب يلي عندها تأثير كتير كبير علينا ومباشر صحيح مننا بيصل بإهتماماتنا لأن فيه أولويات يومية عم بتكون لازم يعرفوا عن أهمية الموضوع نحن موضوع البلاستيك أو النفيات الصلبة خصوصا البلاستيكية صرنا أكتر من 20-30 سنة عم نشتغل عليها كمجتمع مدني وكخبراء وعم نضوي أنه البلاستيك مشكلة من فترة صار يبين أنه في بيئة بلاستيكية بنص المحيطات أكبر من دول أكبر من فرنسا يعني عم نحكي عن بيئة عم بتجمع فيها البلاستيك بسبب الطيارات وهي دي أول شي بيين أنه هو دي أعالي البحار بمياه دولية ما نتاب على حدان هتتجمع هالبلاستيك الضخم صار تفاجأ الدول فصار في نقاشات وصار في دراسات كيف عم بتأثر علينا بشكل يوم نحن البلاستيك ما منحبه ليش لأنه بتخله كتير مواد كيميائية مصرطنة صحيح البلاستيك لنعمله أقسة أو نعمله أطرة يعني منشوف نحن ما فيه بلاستيك وعندة أنواع بلاستيك في منه بنتعج في منه بنتعج هيدا لا يغيروا بمواصفات البلاستيك يفوضوا مواد كيميائية خطرة معظمة مصرطنة يعني عم نحكي نحن ارتفاع عدد السرطانات بالعالم جزء منه من وراء البلاستيك ولاحظوا أنه بكل شي موجود بلاستيك بدمنا صار فيه مايكرو بلاستيك كل إنسان صار في موجود عنده مايكرو بلاستيك طلع بلبنان بمية الحنفية تاني أكتر نسبة بلاستيك حول العالم تاني بلد فيه أكتر نسبة بلاستيك بالماء تعيدنا يعني شي مخيف مخيف جدا منا سهل لأننا فيها مواد كيميائية مصرطنة وهيدا بعد ما نعرف كمان تأثيرها الكامل لأنه هلأ البلاستيك مايكرو بلاستيك بدمنا بعد ما فيه فهم بالزبط كيف يأثر على صحوتنا وخرج الموضوع عن السيطرة يعني كل شي صار في بلاستيك بكل سمكة في بلاستيك بكل حيوان صار في بلاستيك بكل قطرة مايصار في بلاستيك صار يعني الموضوع ما عارفين الدول كيف دنيا يعملوا يشتغلوا فيه وإذا وقف الدولة ما بتنحمى هالدولة لأن بيأتي بلاستيك من بلدان تاني عبر الهواء عبر الطيارات المائية صار فيه حاجة لتعاون دولة يعني ما كل مادة فيه اتفاقية دولية حوله إلا لما يصير موضوع خطر جدا بأثر على حياة كل شخص وما بتنحلم إلا من خلال تعاون دولة بيأرروا الدول يعملوا اتفاقية جديدة نحنا صارنا عم نتفش حوالي خمسة ست سنين أن يصير فيه مفاوضات دولية يصير فيه مفاوضات للأتفاقية جديدة حول البلاستيك ومن سنتين برنامج البيئة بالأمم المتحدة اجتمعوا وزراء البيئة حول العالم وقرروا يبلشوا مصار وضع اتفاقية جديدة حول البلاستيك نحنا هلأ بهيدا المصار صارنا سنة عم نجتمع لنحط هالا اتفاقية هلأ فيه اجتماع بأطوة بكندا من بعده بآخر السنة بكوريا اجتماع آخر نوضع هالا اتفاقية وأكيد فيه بهالمفاوضات صراع وفي خطط عمل في خطط عمل صراع ليش صراع؟ صراع لأنه موضوع البلاستيك منه بيئي محت كمان اقتصادي طبعا هلأ رح نحكي تأثيره على الاقتصاد بالزبط وفي دول عندها مصالح معينة وفي صناعة البلاستيك موجودة بهالمفاوضات اللي هم تعتبر مهددة بهذا الموضوع بتحاول تأثر على الدول بتحاول تعطيع معلومات مضلل بكل موضوع يعني بصير فيه مفاوضات فيه ناس بدون يتفشوا المفاوضات بطريقة معينة أو بطريقة أخرى نحنا هدفنا نوضع اتفاقية بلاستيك عن جد تحل هالمشكل ما تكون اتفاقية بس يعني حبر على ورق ما بتقدر تتنفذ فيه بعض أصحاب المصالب يحاولوا ضعفوا المفاوضات نحنا بنحاول نتأكد انه الدول يعني كان هناك مجتمع مدني يعني نحن موجودين أنا هون عم مثل منظمة اندي اكت اللي هي منظمة لبنانية جبن مجتمع المدني الدولي اللي عم تشتغلوا على المفاوضات ونتأكد انه الدول حول العالم وأنا بالتحديد على الدول العربية انه مواقفة تكون بتساعد بتأول اتفاقية ما بتضعفها شو العرائيل اللي عم تشوفوها بطريقكم كتير عرائيل في كتير دول عم بتحط مواقف اللي ما تعتبر رب تضعف أو ما بتحل المشكل مثل مثل دول مثل يعني أنا بغحكي دول أنا بغحكي دول نحكي دول نحكي دول نحكي أفراد حتى فيه أكيد البلاستيك بيجي من النفط بيطلع البلاستيك ففي الدول النفطية منها مثل المملكة العربية السعودية إيران أو غيرها يعني من الطرفين نعم عندهم مصالح بموضوع البلاستيك ما بدهم أنه يتأثر كمية إنتاج البلاستيك يعني إذا خف استخدام البلاستيك رح يصير خف تأثيره على الاقتصاد على الاقتصاد تعولهم في صناعة البلاستيك أكيد مصانع البلاستيك عم تحاول كمان تأثر على الموضوع وفيه دول ما بتحب أنه حدا تدخل بصناعتها وفيه دول بتصنيع كتير مواد البلاستيكية مثلا الصين معروفة عالميا أنه بتعرف من انتوجة الصينية بيكون فيه أكتر بلاستيك من مثل منتجات الأوروبية صحيح ففيه هؤل الدول اللي عندهم مصالح معينة بالموضوع ومنهم لبنان يعني لبنان فيه صناعة البلاستيك بس للأسف منشوف أنه ما فيه أي متابعة لموضوع مفاوضات البلاستيك من قبل الدولة اللبنانية مع أنه لبنان أكيد بتأثر بكتير لعنا كتير مصانع إن كان بالأنين البلاستيك إن كان بالتغليف والتعليب البلاستيك أو الألعاب البلاستيكية وغيرها من المنتجات البلاستيك فيه لبنان صناعة من هذا الموضوع حتى تتأثر كتير بالاتفاقية يلي لازم يطلع لبنان على الموضوع أكيد ما نحلم شريط البلاستيك وما ننهيي صناعاتنا لهالاتفاقية ما نحاول نضاعف الاتفاقية لأن ممكن تأثر صناعاتنا البلاستيكية لأن ممكن يستفيد لبنان اقتصاديا كمان إذا كان اتفاقية قوية وكان مستعدلة إلى يعني فيه تكون عنده شو أصدك بمستعدلة إلى يكون فيه معامل لإعادة التدوير يكون فيه معامل يمكن لا استبدالها أو يكون فيه يعني شو هن الحلول البديلة إذا فينا نقول هلأ نظرتنا كمجتمع مدني دولي على موضوع البلاستيك ما منحب إعادة تدوير البلاستيك لأن البلاستيك بحث ذاته الناس يفكرون أن إعادة التدوير بيئة بشكل كامل مشكل مواد ممكن إعادة تدويرها بشكل سليم في بعض المواد مثل معادن الألومنيوم أحسن بكثير أن نعيد التدوير ومن ما نرجع نستخرش البلاستيك لأنه في مواد كيميائية كثير خليط من المواد الكميائية بسبب سرطان ومنها بسبب أمراض تانية إذا نعيد تدويرها تتأدي إلى انتشار هذه المواد الكميائية منها بالمحيط فيها فعادة تدويرها عنده أثر بيئة الهدف الأول نقلل قدر المستطاع استخدام البلاستيك بصناعتنا يعني نلاقي بدايا إن كان لإزاز إن كان مواد تانية إن كان تخلي عن هذا الموضوع وفيه الآن منحي كيف يصير هذا المواد شهن المواد ممكن نستخرج أكيد لازم نشيل من اقتصادنا مواد البلاستيكية أو المنتج البلاستيكي يستخدم مرة وحدة مثل الشليمون يستخدمه مرة وحدة البلاستيك ونكبه بلشنا نشوف ببعض المحلات يستخدموا الشليمون الورائية الورائية أو بصراحة أنا كل عمر بشرب من الكبهية أنا ما عم تفهم هذا الموضوع في أساس إذا نفكر فيها شوية منطقيا عن جد ما بحاجة لأنه عم تسبب مشاهل كثير كبير في موضوع عقاب السجاير اللي كمان كلها بلاستيك يعني في كتير مواد ممكن تنحل بسهولة تكنولوجيا نستخدمها نحن نخفف قدر المستطاع لأنه هذه منتفايدة تلوث كثير كبير ثاني شي إذا في أساس ما منقدر نتخلى عنها كيف نعملها أمنة أكتر يعني المواد الكيميائية اللي عم تفوت عليها يكون فيه كنترول عليها أو نوع من لإبداية على صحة الإنسان نعم وبالأخير يعني بده يصير في تغيير بمجرى اقتصاد البلاستيك دورة حية البلاستيك نقدر نعمل سيطرة على المواد يعني جزء كثير مننا عم ينزل بالبحر مثلا بالبحر المتوسط لوحده ينزل سنويا حوالي 230 ألف طن من البلاستيك من لبنان نحن عم يطلع من عنا حوالي 73 ألف طن من البلاستيك سنويا يعني نعملنا كميات ضخمة جدا 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 يلي نحن ما بحاجة لها نطلع مثلا ببلدين يلي عم تحاول تشتغل على الموضوع مثل الاتحاد الأوروبي في كلفة على الغلاف يعني إذا أنت مثلا بسوبر ماركت لك حق تشيل المنتج من غلافه طاعة الغلاف للسوبر ماركت تخلي الغلاف بالسوبر ماركت لقعادة استعماله بيشيله من حق المنتج لأن هناك ضريبة على الغلاف إذا رفضت تخذها هذا يشجع الصناعات تغير صناعاتهم هناك طرق لتساعد بالتدوير بشكل سليم مثلا الأناني البلاستيك يتحولون على الأناني الإزاز مثل السابق يتحولون إلى الألمنيوم أكثر أحسن من البلاستيك أكيد الإزاز أحسن هناك طرق لكن هذا يريد إدفاع دولي لأن هناك منافسة بين المصانع والمنتجات أن البلاستيك يعطيهم قدرة يسيطروا على شكلها يعني يجذبوا الناس أكثر أكثر من الإزاز والألمنيوم وفي كلفة اختلاف بالكلفة هلا كيف لبناء يستفيد اقتصادية من الموضوع إذا استعد البلدين نحنا لأنه كيف تكون الاستعدادات استعدادات كثير طويلة وكبيرة وبدأ وقت وبدأ إمكانيات بدأ وقت وبدأ إمكانيات بس كمان نحنا أكيد لأنه بوضعنا الاقتصاد الموجود لبناء نطلع على الفايد الاقتصادية لبناء أكيد فيه فايد صحية لأن الصحة ما فيه غنى عنا وعنا مش لي صحية كتير كبيرة بالبلد وهلا الفاتورة الصحية صارت تقيلة علينا بس كمان عم نفكر بالتقدم الاقتصاد للبناء حالا مش لي عم تطلع عليها باقي كيف ممكن سفيد مننا اقتصاديا لأن هذا تجذب الشعب والسياسيين والي يهتم بالاقتصاد اللبناني نحن صناعاتنا البلاستيك تغرأ من منتجات خارجية لأن أرخص مثل الصين مثل الهند مثل كثير بلدين نامية عندها يد عام رخيصة تطلع منتجات كمية كبيرة تزغر سعرها وتغرق السوق اللبناني لما يصير في معايير بيئية معينة على المنتوجات واللي يلتزم في الصناع اللبناني صعب للبلدين الأخرى تغير طريقة انتاجها كرمال سوق صغير مثل لبنان فبضطر هؤلاء البلدين وقفوا تصدير أغراض على لبنان التي تعمل حماية غير مباشرة للمنتوج اللبناني لما لا يمكن نعمل درائب على المنتوجات الخارجية ونحمي من خلال درائب منتوجات الداخلية السابة فئة التجارة العالمية الممنوع نحط درائب مختلفة لمنتوج من الخارج لمقابل منتوج الداخلي وهذه كل البلدين بوجهوها كيف يوجهوها الأوروبية بيعلو المعايير البيئية لدرجة أن البلدين الأخرى لا تستطيع تغير سناعات كرمال المعايير الأوروبية الناس يفكرون أن أوروبا بيعلو معايير بيئية جدا كرمال البيئة هي نوع من الحماية لصناعاتهم وقتصادهم لبنان لأنه سوق صغير المصانع الخارجية لا تستطيع مصنع بالصين لبنان سوق لقاله يعتبر سوق صغير لا لن نستعد يغير سناعاته كرمال السوق اللبناني لما نضع معايير بيئية صارمة في لبنان نحمي صناعاتنا ليس فقط في البلاستيك فنحن لدينا فرصة أنه يصبح مفاوضات حول مادة البلاستيك والصناعات الوطنية تضع معايير أو الدولة اللبنية معايير صارمة جدا لتخلي من المشكلة البيئية التي تأثر على كل اللبناني ويصبح نوع من الحماية غير مباشرة للصناعة اللبنانية التي تتأقلم كرمال السوق استفدنا اقتصاديا وحلينا مشكلة البلاستيك طيب أكيد عامنين دراسات على هيدا الموضوع قديش بدأ يمكن إمكانيات مثل ما كنا عم نحكي وقديش بدأ وقت لحتى تنفذ وهل عم بتلاقوا أهزان صاغي للي عم بتقولو حتى بلبنان بلبنان صراحة وزير البيئة كان كتير متعاون لبنان للأسف لحد ما رفق المفاوضات الدولية لأن غرقان مليون مشكلة وفي عدة مفاوضات كل شهر تقريبا في اجتماع حول موضوع معين مفاوضات حول التفاييات دولية معينة من شهر كان في التفاييات نسبة لأنه لا يوجد شيء أبدا لأنه وما في إمكانيات لتابعوا كل المفاوضات موضوع مفاوضات البلاستيك لأنه بإطار وضع اتفايي جديد كان لبنان حسوا أنه خليها هاي دين تركها للبلدين الأخرى فاجتمعنا مع وزير البيئة بصراحة لما قلنا له عن الموضوع وفتنا فيه بموضوع بشكل صارم كان متقبل جدا وقرر هلأ يبعث مفاوضين لبنانيين على المفاوضات لوضع اتفاييات بلاستيك جديدة وكمان كان متفاهم كتير لموقف لأنه نحن طلعنا موقف سياسي كمجتمع مدني لبناني وهلأ في بلدين عربية عم تمضي عليه سوار جمعيات بيئية عربية عم تمضي عليه يعني رح يصير موقف المجتمع المدني العربي يلي بيركز كتير انه كيف شو لازم يكون جزء من هال مفاوضات كيف لازم تطلع الاتفاقية منا هو نطلع على الدورة الكاملة خلينا نهتم بالنفايات البلاستيكية لا نحن عم نقللون طريقة سير البلاستيك بي الاقتصاد البشري لازم نطلع من الاول من الاستخراج يعني النفط نطلع على المواد الكيمائية نستخدم فيها نغير صناعتنا نخفف من استخدام البلاستيك قدر الإمكان ونغير دورة الحياة البلاستيك كلها سوى لنخلص من هالمشلة لأن إذا بس نطلع على موضوع النفايات البلاستيكية اللي هي كنا كيف عم نتعامل معها صرنا 50 سنة 60 سنة لقاينا أنه ما في حل لقى ما عم تنحل وما بنعتقد إذا بس ركزنا عن النفايات البلاستيكية رح تنحل أبدا مش لازم نطلع على دورة الحياة كلها سوى وكان وزير البيئة متجاوب على هالموضوع ورح نعمل نشاط معه مع السفارة على المفاوضات اللي عم سير بالبلاستيك وبعتقد أنه عنده دور لبنان كتير مهم بهذه المفاوضات لأنه جزء من جامعة الدول العربية والمفاوضات جامعة الدول العربية عادة تأخذ موقف موحد بهذه المفاوضات لأنه بها هذه المفاوضات في بعض الدول اللي عندها مصالح معها خصوصة البلدان النفطية اللي بد تجرب لا تخفف من استخدام البلاستيك لبنان يجب يقف يقول أنه لن نحن يكون موقف غير هكذا لمصالح كلبنان مختلفة ويتعاون مع بعض جامعة الدول العربية اللي يصبح موقف اللي يحل هالمشكلة وكمان يحاول يساعد الاقتصاد المنطقة نعم من هلأ لا تصل لهذه الحلول اللي إذا نقول عنا جذرية شو عم تعمل خطوات هل يكون في توعية بالمدارس بالجامعات بمحاضرات توعوية لحتى هالناس توعى لفكرة الموضوع مش بس يطلع القرار تتفاجأ العالم بقرار يمكن ما رح تعرف تدعيته ولو يمكن عم نحكي بهذا الموضوع ما نعرف قديش هو بتتأثر في الاقتصاد وبتتأثر في الصحة وبشكل مباشر اكيد نحنا بحاجة الناس يعرفون لانه كمان مثل ما قلت عنده ندور بالتأثير على القرار السياسي نحنا كمجتمع مدني نختص بالمواضيع السياسات البيئية نحن نركز اكتر على السياسي بس انا وجودي بهالمقابلة هو سبب اساسي هو انه نوصل ما نروح على المدارس لان نحن اقتصاصاتنا سياسية بالتحديد وعمل على المفاوضات البيئية وعلى اصحاب القرار بس نستخدم الاعلام بشكل اساسي لنوصل للك المحاضرة بوصل انا لعشرين تلميذ بمدرسة مقابلة معك بوصل لعشرات الالاف الاشخاص فسياستنا هي عبر الاعلام يعرفوا الناس انه فيها المفاوضات يعرفوا انه هالقرارات بتصير بعيدة عنهم امرار بطلع القرار ما بيسمعوا فيه حتى من بعض المفاوضات بتكون يمثلت اربع سنين وعندها تأثير مباشر في كتير اساس بتغير بحياتنا ما منعرف يعني مطلع عن احنا الطاقة المتجددة ليه فجأة صارت ارخص ليه صار عنها طاقة شمسية كان فيه شغل اكتر من عشر سنين ليغيروا باسعار الطاقة المتجددة وتنتشر وكنا يعتبروه راديكالي انه يصير عنها طاقة شمسية اكيد قبل ما تصير الازمة عننا انت فضلت قلت هالحلول الجزرية او راديكالية لا هي سهلة اول شيء لان مننا معوضين علي من لقيها صعبة وبعيدة طبعا لما كنا عم نحكي ننشر الطاقة المتجددة بلبنان ولا ممكن حتى السياسيين والخبرة انه كيف ما يكون انهم بس شيلوا الدعم عن الكهرباء الرخيصة بلبنان لحالة طاقة المتجددة بتصير بكل محل للاسف صار في الازمة السياسية وانشال الدعم بطريقة ما كنا منحبها لو كان قرار سياسي شيلوا الدعم اول شيء ما كان صار عنا الانهيار الاقتصاد اللي صار اكيد طبعا بطبيعة الحال بس شفنا بس الراحة الدعم عن الكهرباء طاقة المتجددة بيّنت انه ارخص شيء احسن حال وكلنا صار عنا ايها اللي كان يعتبروه راديكاليو من 10-20 سنة لنعمله صار بزار في سنة وحدة بشكل جزري شكل جزري صحيح فنحنا كل هالمواضيع البيئية الحلول اللي عم نطرحها المجتمع المدني من اول ما بلش العمل على المواضيع البيئية كمجتمع مدني كان اول شيء حال حال بيعتبروه المجتمع المدني شو بعيد وشو عم يحكو كل مشكل عم نصله الحل اللي عم نطرح وعم بلاحظ الكل انه لأ هيدا مظبوط وعم بيصير اذا بتطلع على كل المواضيع وهلا رح يصير زيت شيء بالبلاستيك ما نخاف من التغيير لانه تغيير من مصلحتنا صحيا واقتصادي اكيد وهو اهم شيء تدعياته على الوضع الصحي ونحنا بنعرف الازمة الصحية اللي كلنا عم نمرق فيها وتدعياته على الانسان كفرد يعني وكلفة الاستشفاء فانا بدي شد على ايدكن ودقلكم يعطيكن الف عافة ان شاء الله يارب بتوصلوا للهدف المنشود بأسرع وقت لانه كلنا بحاجة نغير كتير اشياء بسياساتنا الاقتصادية والصحية والبيئية شكرا كتير لوجودك معنا المستشار في سياسات البيئية الدولية استاذ واء الحميدان اهلا وسهلا فيك شكرا للكم اهلا وسهلا شكرا للكم مشاهدين ومستمعين خليكن معنا دايما عبر هوا صوت الان